نبدأ على يميني مرحبا بكم مجددا زهير مرحبا بك سامير رشيد نبدأ معك زهير ربما ضربت جزاء كانت حاسمة ضيعت لكن نبدأ قبل ذلك الطريقة التي لعب بها المنتخب شفنا طيلة الشوط الأول كان النسق مرتفع منذ البداية إلى غاية نهاية الشوط الأول عازمة كانت كبيرة ولكن تسرع في الكثير من المناسبات ربما حرمنا باش نوصل للشباك الخاص والله رك تقنية بلال حقيقة شفنا الفريق تقنية تخل بقوة في الدقائق الأولى شفنا كان متركز ارتكاز كبير فوق الميدان شفنا كانت عزيمة كانت كورات عهد رغبة موجودة ولكن باش تشوف لي بلية حتى ولو فريق تعظم بموش فريق كبير حجم تقاميرون ونوجيريا ومصر كان واضح لي كان واضح عرف كيفاش يمتص هذا الدخط في الدقائق الأولى وعرف كيفاش يضغط على الفريق بتاعنا ويلعب كما يقول لك بالمرتدات نظن هذه الخطة اللي انتهجها الفريق الزومبي جابت بالنتيجة نحافظ على أذرية شباك وهذا هو الهدف الأول نظن هنا تولي الدكاء والحنكة المدرب بتاعنا نظن عندما يشوف فريق يدير ضغطه وميخليش طغارات وميخليش المساحات الفريق بتاعنا كان يغير من الخطة أنا واش لاحظت الملاحظة من جهة السلبية هي مقارنة مع الفريق الزومبي نحن عدنا لعب كتير من اللعب الفرضي نحن شوفنا الفرضيات كانت طاغية اليوم نعم براهيمي ضيع حوالي 8 أو 9 كرات في وسط الميدان حتى بالغيت ضيع الكرات في الدفاع حتى الخطط دفاع لأن كل لعب فوق الميدان عندما تكون عنده الكرة أوليو بشي يلعب من ناحية الجماعية والبحث عن طرق سهلة بارك الله فيك يروح للهجوم كان يرجع الوطن خاصة بالغيت كل مرة تكون عنده الكرة يلعب مباراة لأخر ولهذا نقول هذا هو المشكلة التي كانت في الشرط الأول وزيد شيء تاني الملاحظة التي كانت نظمنا كتقني في المباراة الأولى شفنا المدر بالعب بسليماني العب بسوداني هل أستعلم طرح عليك تغييرت هالأثمارت نعم شوف عندما تلعب في أدغال إفريقيا تلعب حوالي تلك مهاجمين في الهجوم عندما تلعب في بلادك تلعب بسوداني وكان معزول كان معزول وحده وحتى شفناه يدافع في وسط الميدان عندما تدافع سوداني يدافع في وسط الميدان عندما يسترجع الكورالي من يمدع مكاج الهجوم كان مناع سامير تغييرات شفنا لعبين هل أثمرت اليوم تغييرات تدخل عطال مثلا هل فعلا جابوا ثماروا لجهة اليوم تغيير أيضا الاعتماد اليوم محرز هل تكلموا على ضربة الجزاء التي ضيعت بالغيث مثلا يعني رغم الخطة لانتهاجها النخب الوطني والتي تسمع خاصة الغلام وعطال يعني خلالهم شوار لكل ورد سبيسيال لهم شفناه أبراهيمي ومحرز ما يغلقوش سوري لزان باش يخليوا البصاج رغم هذا نقول الكثافة العددية ما كانتش كبيرة كان سوداني مازول واندو الخطة المنتهجة شفنا تعليماتها غلام وعطال لي ما يقوليه شي دافعوا يبقى غير مندي وبن سبعيني فليزاكسي بما أنه غلام وعطال كانوا يصعدوا إلى غير الهجوم وكان الكورة معزولة للسوداني ما توصل رغم كل هذا العدد الموجود الكورة ما كانتش توصل هذا هو الشي محير رغم أن هذه سيدي كونسيني موش مطلوب من غلام وعطال يعودوا يدفعوا لأنه لطروا ميدو تيرام بن طالب ونقيت هما يجيوا يديوا الكورة من عند مندي بن سبعين إلا هذا كما قلت ما مش في ناشة كاذفة العددية يعني ولا يعني لسونتر من عند لزرير لطيرو نقصها بزف أنا نظن بيكون صراحة بلان يعني فريق لأسف يعني نقولها يعني من أضعف الفرق يعني من السنوات الأخيرة يعني يعني حقيقة المخيب ضد فريق زومبي لنظن في المقابلة الأولى لعبها خير كانتش عنده الخطورة لي كنا نتخوفه منها كثير لدخل فريق زومبي بخطة 4-4-4-2 وإن لعبين يعني يعني 2-0-1 نظن نغلقونا المنافذ وكما قال زوهير ما قدرناش نقال حلو رغم يعني الخطة المنتاجة وين عدنا لعبين مطالبين باش ناجموا رغم هذا ما شفناش عدة فرص إلا أن يعني ضربة الجزاء واللي بي نقولها بيكون صراحة ما كانتش ضربة الجزاء يعني سيتام بينالتي إيماجينار لا بيكون صراحة كل صراحة كايش من ناحية العطيفة زوهير سامين انت قلت لخصت كل شيء ولكن لازم كل واحد نعطوله حقه حتى ولو انت قلت العطال وغلام حتى ولو داروا كما يقول لك لسانت وداروا الهجوم تحم ولكن ما تنساش بلي زمبي كان عنده دفاع موحك كاما ما عندهم مش الأخطاء اللي احنا اللي ننديرها الاخطاء اللي ننديرها ولهذا ما نقول ما وصلتش الكورات السودانية ما قد نساش جاء أداف لأن الفريق الزمبي كان يلعب بكتلة دفاعية وكتلة هجومية نعم راشيد لعبنا الكثير من الكورات تابعنا الشوط الأول لعبنا الكثير الكورات العرضية والطاويلة يعني البحث عن المهاجم لكن ربما إذا كان نستعمل المصطلح هذا قصر قامت سودانيا ربما اليوم خانتنا موجدناش رأس الحرب اللي كان ربما يجسد كل تلك الكورات اللي لعبها كل من عطال وغلام ولو أنه أداء غلام عالم استفهام مراتها بالفعل لما تشوف نعني شوط الأول نعرف بلحنا المنتخب كان مركز على الفرديات لأنه لما تشوف إبراهيمي نعني استحوذ على أكبر عدد كبير من الكورات فوق في شوط الأول شوفنا الفرق مبين الخطوط الثلاث لأنه اليوم الفرق كان أحسن علينا ربما في نقطتين هو تمركز فوق الميدان والقوة البدنية وخاصة لما تكون عندك ناخب ويعفقة المقابلة نحن كنا تكلمنا عليه كثير يغلق لك المنافذ اللي تكون عندك فيها ومقوة نحن حبينا اليوم نشوف أنه أمثال في رقى المنتخبات الكبرى أنه في بعض الحيان توجد نعاب لهذه سيزون فينال ويروح لما تخل المنتخب بداية في ربع ساعة الأول شوفنا بالله المنتخب حابي بادل بالوجمات لكن كم يقول جد صلبة عرف كيف يدرس الخطة راشد ما تشرو خانتنا الفعالية لما نوصل ربما في الأمطار الأخيرة شوف الفعالية من ناحية التقنية لو أنك تشوف اللعبين 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 دخلوا الفرنس في نقاس وعركات الجوار تغضب الخارج نحن نحن ربما لقطتين ربما ما تحتسب للعبين ما تقول لك حلال شون إبراهيمي سيليس الجوار ربما كان حق يسلع الفرق لكن الفرق الزوبي تفضل عرب الفرق إبراهيمي إذا كانت تعطي المسحة لأنه سرعة تتسنقل الفرق داروا رقبة للاسيقة وشوف لهم أن فرق الزوبي حاوس يلعب على المرتدات رغم أن من سبعين يوم طايدر كما تكلم تناول الأخ سامير إبراهيمي للاسيق 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 مهاجم في أدغال إفريقيا وأنا يتلعب مهاجم هذا شيء مؤسف لأنه لو تشوف الخطة اليوم أنا أعتبر خطة غريبة ما ظنيت أنه بهذه الخطة حين للاسيق المرمى الخاص إذا كان أمكان نتائج المتخبات العربية جمال نعطيها للمشاهدين الآن إذن قبل ما يوجد النتائج سامير أنتك كنت مهاجم لا أظن أنه مكانة إدريس سعدي بهذا اللعب الذي انتهجناه في الشوط الأول كان من المفروض يكون أساسي لأنه لعبنا الكثير من الكرات الطويلة والعرضية البحث عن الرأسيات أكثر من لأنه لنعبنا سعدي أنا كنت مثماني سوداني نعرف فرصة أنه نجرب وهو يثبت إمكانياته في مقابلة كما هذه ممكن يقدر من ناحية الجودتات عنده شوية قام واللي بويسان هو ممكن يقدر الفرق ولكن نعود نرجع بلال نظن من ناحية الطاكتيكية الفريق قرانا مليح وراه غلقنا منافع والدليل على ذلك ما عدناش فرص وشي هو الحل أظن أنه قرانا قبل مبارس ذهاب لا هو منتظر أن يكون ردة تفعل واحد أخرى في المقابلة العودة ولكن نظن 45 دقيقة راه غلق لنا نظن الحل راح يكون في إبراهيمي نعم كان أدأ مقبوط جدا رغم الكورات ضياحة كما قال علي ضياحة قبل رشيد وسام تكلم لتغييرات المنتظرة ظهير الآداء الآن الآداء المجموعة هل يأثر من ناحية المعنوية لما نشوف التضياء ضربة جزاء من جانب المعنوي تخلي اللعبين نفسيا ينهار خاصة أنهم مطالبين بالفوز أمام جمهور ولو عارف أنه التأهل إلى كأس العالم منعد بنسبة كبيرة لكن فيما بين هم لعبين نفسيا ينهار شي هذه إنشاطك رأي مئة بالمئة بالإضافة خروط الحارس الذي كان هو قائد قائد هذا سيأثر من ناحية المعنوية هذه من نحوه لأن لو نقرأ العقلية لعبين قبل دخول المباراة اللعبين حبوا يديروا التصالح حبوا يصالحوا مع الجمهور تحهم وحبوا يردوا الاعتبار نفسهم بشي عودوا ورجعوا المعنويات تحهم لأن الفريق لو يكمل في هذا المنوال في هذا الطريق رح ينهار رح ينهار حتى اليوم شفنا شفنا في الشرط الأول عندما ضيعنا ضربة الجزاء وعندما شفنا الفريق قد تتعنا يبدأ يدخل في التسرع لأن التسرع هو مشكلة اليوم مشكلة واضح جدا شوف احنا تكلمنا مع التقنيين كأن الفريق اليوم تخل بدون خطة تاكتيكية لأن تشوف ابراهيم يأتي بالكرة واحده تشوف عطال يأتي بالكرة واحده تشوف ابن طال يأتي بالكرة كل واحد يعمل ما يريد لا يوجد اندباط تاكتيكي لأن كل لعب كان حب يفرض نفسه وكل لعب يفرح الفريق التاكتيكي كان إرادة لا يوجد لكن التسرع كان فرق بين السرعة والتسرع بارك الله وفكر وزيد المشكلة الثانية هو الجو الاندبيديوال اللي كان استادر اللعب الفردي هو لفرض نفسه على اللعب الجماعي مقارنة مع الفريق الزمبي لليوم عرف كيفاش يضغط ويفرض نفسه فوق الميدال بالروح الجماعية سمح ليزور في نفس النقطة شفنا على خط تماس الناخ بالوضع لوكازو الكراز يعني ما جلس وكان واقف هل نصائح ما كانتش توصل اللعبين أم إرشاداته ما كانتش توسمع من طرف اللعبين بما أنه كان لاحظ هذا عدم الانضباط في تطبيق تعليمات يعتك صح بك هو باش ينطفل و باش يصرخ و باش لأن تعليمات تاعه ما وصلتش لأنه لازم يكون انضباط تاكتيكي انضباط تاكتيكي من ناحية الفردية و من ناحية الجماعية لأن اللعبين دخل ميدان عندما توف انت لعب في كل مرة لأن إبراهيمي صح عنده حتى محرز ولكن ما تجيبش التيمار راح تولي ضد الفريقتاك لأن نحن نعمل جهد كبير باش نوصل للهجوم و عندما ما يكللش هدل أخر راح يبدأ راح يبدأ بعد قليصة انطالقة المباراة تغييرت المو اللي تشوفوها باختصار راشد لا ربما نضيفه على مستوى الهجوم لا في مستوى الهجوم لأنك باش تفوز المقابلة وتلعب لما سيستام هذا جو فونس بابل يقدر يخرج مليا ديفونسي و الله يقدر مهاجم يزوج هذا نفس يعني أنا منتظر تغيير أن يضحب بواسط الدفاع بلغيت ولا طيدال ولا بلطالب ويزيد ديف سعدي ولا سليماني في الهجوم جلول باختصار هذا هي لنظن لازم نروح 100% الهجوم ومن ننسوش باش من نتلقاوش ان شاء الله إذن شكرا لكم على كل هذه التوضيحات مشاهدين الكرام نلتقي بعد نهاية اللقاء شكرا على طبيع المتابعة